ازايكو يا شباب اخيرا اخيرا الحلقة الاولى من الموسم السادس لاعظم مسلسل انيميشن في التاريخ نزلت يا جدعان انت متعرفش ولا متخيل انا مستني الحلقة دي بقالي قدية وكالعادة بداية عظيمة للموسم السادس تعال بقى نخش في التحليل والتفاصيل واعرفك كل حاجة فاتتك بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة واتفعل جرس التنبيقات لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى ويلا بينا الحلقة بتكمل على نهاية الحلقة الاخيرة من الموسم الخامس ريكا مورتي بيروحوا السيتادل المقر اللي فيه كل نسخ ريكو مورتي هناك بنعرف ان اللي بيحكم السيتادل مورتي الشرير مورتي الشرير ده خطته باختصار انه يسافل لكون موازي كون ريك ما يكونش فيه اسكى شخص في الوجود كل نسخ ريك هم اسكى المخلوقات في كل الاكوان الموازية بس مورتي الشرير عايز يروح لكون معين ريك ما يكونش فيه الاسكى بيختارك كل مسدسات ريك البعدية وحرفيا بيقتل كل نسخ ريك الموجودين في السيتادل وبيحول دماغهم لوقود يدي طاقة لسفنته عشان يروح للاكوان الموازية اللي ريك فيها مزكي بينجح في دا وبيسيب ريك ام مورتي في السيتادة المدمرة مش عارفين يرجعوا لمنزلهم بنشوف ريك في اول الحلقة بيحكي اللي حصله وان دلوقتي منفي في الفضاء مش عارف يرجع بيته وبعديها بيتريع على ايرون مان لان ده نفس اللي حصله في بداية فيلم افنجرز اند جيم بنكتشف ان نسخ مورتي تحولت لحيوانات مصعورة بيأكلوا بعض ودي حاجة حلوة لان دايما ريك بيشوف مورتي حيوان اليف مش رفيق مغامرة وكفاح والكلام ده كله بيستسلموا على وشك الموت وهنا بيظهر شعاع ابيض من السماء بيرجع لهم الامل تاني وده برضو ريفرنس الفيلم افنجرز اند جيم لما ايرون مان استسلم وحضرت كابتن مارفل عشان تنقذه اما اللي بتحضر تنقذه من هنا فهي نسخة من بيث اللي قررت يسيب بيتها وتعيش مغامرات في الفضاء لما ريك بيختفي هو ومورتي وجيري بنشوف سمر بتنزل للمغبأ بتاع جدها عشان تنفس خطته وترجعهم وهنا بنلاحص حاجة وراها خوزة ماجنيتو نضارة سايكلوبس ومطراكة ثور الحديدية وهي بنفسها بتاخد سلاح والفارين عشان يساعدها في القتال وعشان هي بنت جايبين سلاح والفارين بمخلابين كنين بس مش بتلت مخالب زي والفارين في الافلام بتاعته بنشوف ريك بيعمل مورتي وحش تاني وبيخليه ياكل مكونات غذائية من سندويتش بدل ما يستطع مستندويتش نفسه بحجة ان مادتهم مش هتقدر تهدمه وهو قدامه بيأكل السندويتش عادي جدا وبيغيزه كل واحد في التلاتة راح للكون الاصلي بتاعه ريك راح لبيته للمكان اللي ماتت فيه مراته وبنته الاصليين عن طريق ريك الشرير ولما فشل انه يلاقيه قرر انه ياخد مكانه ويعيش مع نسخة موازية من بنته واحفاده لغاية ما ريك الشرير يرجع منزله ويكون ريك بتاعنا مستنيه ويقتله عادة الكل وحولت العالم لوحوش ده خليها هو وريك يسيبوا العالم ده ويروحوا للعالم اللي هم فيه دلوقتي ويحلوا مكان نسخة من ريك ومورتي قتلوا نفسهم بالغلط ودفنوهم حرفيا في جنينة البيت اما جيري فرح للكون الاصلي بتاعه لانه اصلا تبدل مع جيري تاني في عيد ميلاد مورتي الكلام ده حصل في الموسم التاني زي ما تقول كده ريك خده مكان جيري بتاعه الاصلي بالغلط لما ريك رجع لعالمه الاصلي بنسمع صوت آلة اختراها نفس صوت مراتو مهمتها انها تضيقه واتطرده وتعذبه بسبب موت مراتو وبنتو صنعها كجلد ذات عشان هو ما يستحقش اي نوع من السعادة بنشوف راجل عجوز بيخش يكلم ريك وبيفكره بحادثة مراتو بنكتشف ان ريك في العالم ده قبل ما يسيبه ما كانش قادر حرفيا يتحمل الزنب فقرر يخلي كل البشر اللي حواليه يعملوا نفس اللي كانوا بيعملوه في اليوم اللي مراتو ماتت فيه عشان يفكر نفسه دايما بموتها بمعنى صح حباسهم جو حلقة زمنية بيقرروا نفس اليوم للأبد بس نسي خلي اجسامهم تفضل شابة ففضلوا يكبروا ويعجزوا وهم بيعملوا نفس الحاجة غصبة عنهم كل يوم عشان كده لما ريك قتل الراجل العجوز بالفخ بتاعه قدام البيت الراجل فرح وقال اخيرا هموت مورتي بيرجع لعالمه المتوحش اللي دمره وبيكتشف ان امه واخته ماته وما بقاش غير ابوه حرفيا مورتي بيحاول يقنع ابوه انه يفضل معاه وبيدي له مثال ان بات مان عمره ما سابقت باعه رغم ان مورتي نفسه سابه مهرب ريك بيرجع لعالم مورتي عشان ينقذه وبالمرة يقتل ريك الشرير جد مورتي الاصلي ريك الشرير بيتلاعب بيه وبيحبس نفسه في تيوب وبيتحدى انه يقتله وفي نفس الوقت بيتلاعب بيه اكتر وبيقوله ان ممكن اللي جوه التيوب ده نسخة منه مش ريك الشرير الحقيقي لأ نسخة من ريك الشرير بس طبعا الكلام ده كله كتبه هو ريك الشرير الحقيقي لاننا بنشوفه في مشهد بعد تيتر خارج من تيوب مكسورة واريان ريك الشرير ده هو الاصلي اسكى واحد من نسخ ريك كلهم هو اول ما نخترع مسدس البوابة البهدية ولما ريك بتاعنا رفض ينضم ليه قتل مراته وبنته عشان يكبره يخترق المسدس بتاعه وينضم ليه بالعافية جيري المتوحش في اخر مشهد بنشوفه بيقتل ريك وبيقوله هو بيقتله وده ريفرانس المورتال كومبات ريك الشرير بيقش في جروحه وبيقتل جيري وبيبدأ في تنفيذ خطته عشان يكون شرير الموسم ده ريك بيقول لمورتي ان ريك الشرير هو جده الحقيقي بس مورتي بيقوله انه مايعرفوش وانه هو بيحبوه هو هو يعرف ريك اللي معاه دلوقتي وهيفضله مع بعض في مغامراتهم لمدة 100 سنة ودي نفس الجملة اللي الهاله ريك قبل كده في الموسم الرابع ريك بينكش جيري من عالمه وبيرجعوا كلهم للكوم بتاعهم بس هناك بيلقوا نسخة من جيري تسحبت لعالمهم وعيشها في البيت لان زي ما قلتلك الاتنين جيري ببدله في الموسم التاني فجيري الموسم التاني ده رجع العالم بتاع ريك بتاعنا وجيري بتاعنا راح لعالمه واستأهله اللي بيعملوه وحش المهم نسخة من جيري بيفتح السندوق فيه فضاء كيوت والفضاء ده بيبدأ يعضهم كلهم وبيحول اي حاجة يلمسها النسخة منه ريك بياخد عيلته وبيهربه من الكون ده لان الفضاء بيستحوز على الارض بالكامل وبيخليها شبهه وبعديها بيدمر الارض كلها ولما العيلة بتسألهم انت ليه جبت الفضاء ده لبيت اصلا بيقولهم لانه كان كيوت جدا معناها انه مش مهتمة اصلا الارض تتضمر ولا لا لان فيه عدد نهائي من الاكوان الموازية ريك بعدها بياخد عيلته الكون موازي عشان يحلوا محل نسخ من نفسهم اتقتلوا بالغلط زي ما عمل كده لما مورتي حول علامه لوحوش وهربوا الكون ريك ومورتي ماتوا فيه بالغلط واخدوا مكانهم العيلة بتدفن النسخ بتاعتهم في الجنينة ومورتي بيطلب من ريك انه ما يستخدموش كطعم عشان يجذب ريك الشرير ريك بيقول لمورتي ان ريك الشرير مالوش عزيز ولا غالي وما بيحبش حد فصعب مورتي يكون طعم لانه مش فارق معه اصلا وبعديها بيعترف ان ريك الشرير هو احسن واحد من نسخ ريك كلهم بس كده بتخلص حلقتنا على كده يا اخواننا الحلقة عظمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى قولي لو مش فهم حاجة في الكومنتيات هحاول افهمك على قد ما اقدر وارد عليك عجبتني الحلقة جدا انها بتكمل احداث مورتي الشرير غير انها بتوصلنا الريك الاساسي الريك الاصلي اقوى واحد فيهم واسكى واحد يطرح دودو ايه ويطرح هيعمل ايه فريك بتاعنا في المواسم الجاية الحلقة برضو طورت وقوت علاقة صمر بامها اللي كنين وكانت علاقة جميلة جدا واللي مبسوط بيه ان صمر ابتدت تشارك اكتر في الاحداث ريك ابتدى يعتمد عليها اكتر اما مورتي فبياخدوا معايا في المغامرات البسيطة فانا مؤمن ان صمر هي المفضلة لريك وهي يدرعه اليمين وبتساعده وقت الازمات المهم تقييمي للحلقة الاولى من الموسم السادس من مسلسل ريك ابتد مورتي هو التسعة ونص من عشرة من احسن المسلسلات اللي اتفرجت عليها في حياتي لازم تتفرج عليها يا معلم لازم 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 تشوفه وبأكدها عليك تاني واهم حاجة من كل ده ما تنساش تعمل لايك ادعم الحلقة دي عشان استمر في تحليل حلقات ريك ابتد مورتي اعمل لايك اعمل سبسكرايب ساعدني شجعني ادعمني خليك حلو بس كده بيس